على طريق تطبيع الحياة في مديريات محافظة تعز واستعادة مؤسسة الدولة بدأ العمل رسميا ببكتب الأحوال المدنية بمديرية التعزية بعد إغلاقا لثلاث سنوات جاء الفتح لخدمة المواطنين وتوفير الوثائق الثبوتية لهم الخدمات التي نقدمها هي بطاقة الشخصية الإلكترونية وبطاقة العائلية وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة كذلك في بقية وقاع الأحوال المدنية مثل يعني شاهدة حتى الزواج حتى الطلاق المواطن مطلوب منه أنه يتعاون يكون التعاون مشترك بين المواطن والموظف الأحوال المدنية مطلوب منه أن لا يطلب هذه الخدمة أثناء الحاجة لها إلا يكون مثلا المولود يعطى شهادة الميلاد إلا بخلال ستين يوم من ولادته المتزوج بعد عقد الزواج بطاقة عائلية والشباب والشابات من بلغ عمر 16 سنة يجب عليها الحصول على وثيقة البطاقة الشخصية الإلكترونية تعمل السلطة المحلية بمحافظة التعز على استعادة كل المؤسسات وترميمها وفتحها أمام المواطنين ليمتد هذا العمل إلى المديريات التي توقف العمل بها وخاصة المكاتب الخدمية وبهذا يستفيد المواطن بتوفير الوثائق بسهولة وتستفيد الدولة بتوفير مداخيل جديدة كانت متوقفة